اعترفت حكومة بوركينفاسو بحدوث اطلاق نار في عدد من ثكانات الجيش في البلاد لكنها نفت استيلاء الجيش على السلطة قال المتحدث باسم الحكومة الكاسون مايجا قال ان المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي توحي باستيلاء الجيش على السلطة لا اساس لها من الصحة كما دع المتحدث باسم الحكومة دع السكانة الى التزام الهدوء رفع مجلس النواب جلسته العامة مع الدعوة الى جلسة غدا الاثنين لاستكمال مناقشة تمواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون انشاء صندوق دعم السياحة والاثار كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البرد والسياحة سوبرجات في مجموع مواده واجل الموافقة النهائية الى جلسة اخرى جلسة جديدة لمجلس النواب يواصل خلالها جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين بدأت الجلسة بالموافقة على طلبات عدد من النواب لتحديد موعد للمناقشة فيما يخص سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي ورقمنة الكتاب الجامعي وآليات الرقابة على المصنفات الفنية وغيرها وخلال الجلسة احال المجلس عددا من قرارات رئيس الجمهورية الى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومنها قرار بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين وقرار بشأن الموافقة على الاتفاق مع جمهورية بروندي بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحامل جوازات الصفر الدبلوماسية كما تم احالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الى اللجان المختصة ومنها مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الطفل ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون سوق رأس المال تلا ذلك مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البرية والسياحة سوبرجيت الشركة اصلا شركة عطيقة ويمكن بقالها خمسين سنة شركة الاتحاد العربي للنقل اللي هي السوبرجيت وموضوع القرض في ان هو بيجيب 120 حافلة او مني باس الشركة اللي بيخلينا نوافق على هذا المشروع هذا القانون من حيث المبدأ ان الشركة عندها من الاصول العينية ما توفي التزاماتها وبعد المناقشات تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون في مجمله مع تأجيل اخذ الرد النهائي على مشروع القانون للجلسة القادمة ثم تم استكمال جدوى الاعمال الجلسة بمناقشة مشروع قانون اخر مقدم من الحكومة والخاص باصدار قانون انشاء صندوق السياحة والاثار انا بتقدم بالشكر لجنة الموقرة على عدد هذا التقرير وبوافع على هذا القانون من حيث المبدأ في دمج التلاث سندي في صندوق واحد وهو صندوق السياحة والاثار لعدم تضارب الاختصاصات بين السندي المختلف احنا شفنا ان الدولة المصرية قدرت تحقق نجاح بشكل كبير في الترويج للسياحة عالميا من خلال اقامة احتفالات ابهرة العالم زي نقل المميوات وافتتاح طريق الكباش فاحنا في احتياج لانشاء هذا السندوق لتحقيق اكبر عائد ومرضوط اقتصادي للمساهمة في الناتج المحلي للدولة المصرية انا اوافق من حيث المبدأ وبدعو المجلس الموقر الموقع عليه وفي نهاية الجلسة رفع المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة بعد ان انتهى المجلس من مناقشة مواد الاصدار والمواد حتى المادة الثالثة من مواد مشروع القانون على ان يستكمل ما ورد في جدود الاعمال خلال الجلسة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة